أسعار الخضار في مصر اليوم الأحد 13 عشرة 2024 هقول لحضراتكم قايمة بأسعار الخضروات والفاكهة النهاردة لكن هذه الأسعار بتختلف في المطقة للتانية وجاءت بعض الأسعار الخضروات كالآتي سجل سعر كيلو الطماطم حوالي من 20 ل 25 جنيه البطاطس في حدود 25 جنيه البصل من 12 ل 18 جنيه كيلو اللمون البلدي حوالي من 8 ل 10 جنيه الخيار سجل حوالي من 10 ل 12 جنيه كيلو كوسة في حدود 15 جنيه وكيلو الفاصولية من 30 ل 35 جنيه سعر كيلو البسلة حوالي 20 جنيه والملوخية في حدود 10 جنيه الباميا من 60 ل 80 جنيه والبادنجام بأنواعه من 8 ل 12 جنيه كيلو الطم البلدي 120 جنيه الصيني ب40 جنيه للربطة سجل سعر كيلو الفلفل الرومي في حدود 20 جنيه والفلفل الألوان من 40 ل 45 جنيه سجل سعر كيلو الجزر من 10 ل 12 جنيه بالنسبة لأسعار بعض أنواع الفكهة سجل سعر كيلو الطفاح بأنواعه بيبدأ من 50 ويصل ل 75 جنيه كيلو المنجة من 25 ل 45 جنيه على حسب النوع كيلو الموز البلدي في حدود 30 جنيه والعينب بأنواعه من 20 ويصل ل 40 جنيه سعر الرومان حوالي من 30 ل 35 جنيه لكيلو التين البرشومي في حدود 35 جنيه الكانتالوب في حدود 20 جنيه كيلو الجوافة حوالي 15 جنيه وكيلو البطاطا في حدود 8 جنيه البلح مسجل حوالي من 25 ل 30 جنيه والبرقوق من 30 ل 40 جنيه